لم يبقى سوى أن يعرفوا بأنهم سلاح من نوع آخر هو واقع حال اللاجئين والمهاجرين بشكل عام والسوريين منهم على وجه الخصوص بعد استخدامهم ورقة ضغط وابتزاز لدول القارة العجوز حتى إن الأمر وصل بزعيم ميليش شاحز بالله للدعوة العلنية لاستغرال واقعهم المأساوي في لبنان عبر فتح المجال لهم للهجرة لتحصيل مكاسب من الدول الأوروبية أن الدول الأوروبية سوف تأتي خاضعة إلى بيروت إلى السراي الحكومة لتقول للبنانيين ماذا تريدون لتوقفوا هذه الهجرة للنازحين تجاه أوروبا طيب ما هيك عملوا بتركيا وهيك عملوا بدول أخرى الأمر لم يقف عند زعيم الميليشيا المحسوبة على ما يسمى محور المقاومة المزعوم بل إنه وصل إلى حليف المحور الأبرز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استخدم ما يملك من أسلحة في غزوه لأوكرانيا المدعومة من الدول الغربية ويبدو أن سلاح المهاجرين واحد منها بحسب ما أكدته الرئيسة المشتركة للحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الحاكم ساسيا إسكن إسكن كشفت عن أن بوتين يشكل مع بيلاروسيا التي يترأسها حليفه أليكسندر لوكاشينكو أكبر عصابة تغريب للبشر في أوروبا من خلال إرسال اللاجئين السوريين والأفغان بشكل متعمد إلى ألمانيا داعية إلى تأمين حماية أفضل لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية خاصة على الحدود البولندية البيلاروسية وصفة سلوك موسكو ومينيسك بجريمة الدولة المعلومات الجديدة وما سبقها من تقارير عن ضلوع نظام أسب عمليات تغريب البشر باتجاه أوروبا تؤكد متاجرة المحور الإيراني الروسي بحياة المهاجرين الباحثين عن أمان فقادوه بفعل ميليشيات أسد والاحتلالين الروسي والإيراني شكرا شكرا شكرا